اوكي اليوم بدنا نكمل حكي عن الـ Tuned Oscillators المرة الماضية حكي عن الـ Heartley Oscillator اليوم بدنا حكي عن الـ Culpits والـ Clap بالنسبة للـ Culpits Oscillator طبعا زي ما شفنا برضو بالـ بالـ Hurley طبعا الـ DC Biasing للـ BGT Amplifier مش واضح هون لكن نحن دايما نعتمد على التيار فـ IC التيار اللي بدلا من هون بيسوي Biasing بالنسبة للـ Voltage Gain للـ Common Base هون اوكي فزي ما قلنا او الفرق هون انه عندنا اه الفي fusion برجاء بين الـ Capacitors هونه في عندنا RF هذه هي pDiv Yellow resistance اوكي اوكي فاشهن برضو الـ Capacitors هون سوف يسوي بلاك نفس الـ Capacitors بصوي بلاك للDC current اللي بمشي هون من الDC biasing فبالنسبة للقلب sorry the culpits oscillator نفس الاشي هون ان ايه 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 طبعا هون الoutput ال oscillations بتطلعن هون وبعندنا feedback من الoutput بيظل يرجع على ال على ال amplifier عشان ايه عملية ال oscillations طبعا ايه هون بالنسبة لل لل ايه ال-capacitor وعنا C-equivalent طبعا دائما نحسب كل ال-capacitances الموجودين على ال-collector فعنا C1, C2 in parallel مع بعض sorry in series مع بعض فالطريقة تجمعهم زي resistors in parallel و in parallel مع هذا C-stray Okay, Stray Capacitance فعنا C-equivalent equals C1 times C2 divided by C1 plus C2 plus هنا عنا Stray Capacitance Okay الآن بالنسبة لل- 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 Loaded um impedance أو resistance على ال-collector طبعا هذا قيمته على RE الصغيرة بعطينا 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 ال- voltage gain على ال-output ف RC' equals RC dynamic ال-collector dynamic resistance in parallel with RL' ال- ال-transformation لل-load لل-primary side R-coil لل-resistance لل-coil لل-transformer وإن RE' زي ما شفنا المرة الماضي هذا ال-feedback هنا Okay فهذه الكلية تظهروا ك-load هنا على ال-collector طبعا هنا أتصور إنه راح نصير نعتبر لل- إه إه ال- collector dynamic resistance عالي كثير فما بيأثر على القيم هون لأنه كله هذا مبارلل مع بعض فR-coil equals QU times XL يعني ما في أنه هنا يختلف في هذي المعادلتين هون آه فهون عنا ال- reactance لل- لل- inductor Okay على ال- لل- أو ال-inductance على ال- primary side LP آم الآن الجزء اللي بيختلف وهو ال- RE' ف RE' هون يساوي يعني C2 divided by C equivalent squared times الآن هون واضح إنه صار إنه هذا RF زيادة فالآن RF راح يكون in parallel مع RE صغيرة Okay وهذا زائد صاري هون عندي RE و صغيرة و RE الكبيرة اللي بدي هون in parallel مع بعض زائد RF اللي بدي يمشي هون هون in series معهم Okay بظنع إنه الل load Okay فالload لجهت ال- primary side transformation rl' equals NP the primary windings divided by secondary windings squared ضرب rl and load الآن زي ما حكينا الغين هون ما اختلف AV equals RC' divided by RE طبعا RE مطلحة من التيار اللي بمشي هون في الدايرة طبعا DC current اللي هو هون مسمي IC VCC راح يكون دائما موضة هون عند power supply VCC آآ الآن هذا الجزء المهم دائما يعني لو لقينا voltage gain هذا voltage gain هون عند output ال- collector اوكي آآ اللي بهمنا عشان يضل عنا oscillation آآ 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 قديش بيصل من الفولتج هون على الفيدباك وكيف عنا هون AVF هو الفولتج gain ما بعد الفيدباك فهين حاله يساوي C2 divided by C1 plus C2 times الآن هون عنا الـ 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 feedback network أن Re in parallel مع Re ضغيرة divided by Re in parallel مع Re ضغيرة plus RF فواقعين هذا هون voltage divider ما بين هذول two resistances in parallel هو Re ضغيرة الداخلية هون مع Re الكبيرة voltage divider مع RF هون هذا أعطينا الـ voltage هون هون فهذا نسبة للـ voltages بس هو مضروب في الـ AV للـ voltage gain هون 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 قلينا نشوف هون مثال example two عنا عنا culpits oscillator اوك طبعا زي ما قلت لكم هون مش واضح DC biasing للـ BJT لكن احنا منعتبره انه السرب بعطينا هذا الـ current لـ IC اوك هذو نفس الـ current DC current بدي يمشي بهذا الشكل فـ IC equals 1.3 mA مغضى النظر عن شغل voltage هون فهذا الحاله بعطينا biasing للـ BJT transistor من قد نطلع منه متنقيمة RE الضغير لان عنا هون الفيدباك 80 ohms RE 1K وعنا هون الـ capacitors 150 picofarads و 1500 picofarads stray capacitors 29 picofarads وعنا هون الـ inductance 1.3 microhenries الـ quality factor للـ transformer qu equals 30 و np over ns الـ primary secondary windings يساوي 5 وانا k equals 1 يعني هون الـ ideal transformer load 100 ohms السؤال بقول determine the tuned circuit resonance frequency اول شي نحتاج للresonance frequency قيمة كل capacitors هون على collector الطبعا هون 1 picofarad parasitic capacitors يعني واقعا هون ما في عندي capacitor لكن عندي تأثير capacitors عشان high frequency ما بين collector والباس فهذا بظهر على collector وانا هذو القيمتين على collector وانا هذو القيمتين على collector وانا هذو القيمتين على collector وانا primary inductance LP equals 1.3 microhenries فنقدر نطلع منهم a resonance frequency الآن بالنسبة لل voltage gain calculate the voltage gain at the collector A-V وانا نعتبر انه dynamic resistance infinity يعني ما بتدخل في المعادلة parallel فممكن نكون عالي كثير القيمة بحيث انه ما تأثر على gain فهون A-V اللي مطلوب بنا هو voltage gain هون لان will oscillations be sustained الجزء الأخير من السؤال oscillations will be sustained اذا gain هون على ال input كان اكبر او يساوي واحد اذا كان اقل من واحد زي ما شفنا بظل voltage اللي قلتا ينتهي ويوقف ما يثير لانا input حتى نطلع output فحتى oscillations to be sustained لازم يكون ال gain عقل الشي اللي بصلة هون على feedback واحد يعني نفس voltage اللي بدخل هون ك-input قاعد برجع ويصل كواحد هون بغض النظر شو بيصير هون بصير اندي amplification هون attenuation هون بالأخير بيصل هون لنفس قيمة ال voltage الأصلي فبالظل العملية متكررة فبصير عندنا oscillations sustained لان اذا gain كان اعلى من واحد بظل العملية بظل يزيد عندنا output برجع لل input في قيمة اعلى من ال input اللي قبله وهكذا فبنضمن انه العملية ما توقف بالنسبة لل oscillations هذه نبدلش في جزء جزء A فالآن بدنا نلاقي ال resonance frequency sorry الأول oscillation frequency فبدنا نجمع كل ال capacitors اللي موجودين هون على ال collector اننا 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 هذو الاثنين parallel مع بعض فاننا 150 times 150 sorry 150 times 1500 divided by 150 plus 1500 طبعا الناتج هون رح يكون بال picoferds اليونتس هون اننا picoferds زائد 29 picoferd هون زائد 1 picoferd هون فالناتج بالأخير بتبعنا 166.4 picoferds فالآن نقدر نطلع ال resonance frequency وهون نسمي ال frequency of oscillations انا 1 over 2 pi times انا هذي ال lc circuit times l times c انا 1 over 2 pi times the square root of انا 1.3 microhenries 10 to the negative 6 times 166.4 picoferds اليون 10 to the negative 12 بطلع انا 10.8 megahertz الثالث جزء الثاني بنا نلاقي av هون على ال collector انا نقدر اول الشيء نبلش نحسنه لانو av هون يساوي rc prime divided by re الثغيرة هون فre الثغيرة تعتمد على dc biasing هذي يساوي thermal voltage divided by ic او ie ف thermal voltage is 26 millivolts divided by 1.3 milliamps ثم اللي مع الميل بروح بصير عنا هون 20 ohms اوك اوك انا نحتاج نلاقي r e prime r coil و r l prime اوك اوك فre prime equals false طبعا هون اختلف عنا لانو عنا parasitic past نصول ف رح يكون عنا ايه 150 divided by 1500 plus 150 اوك فهذا هون هو الاكوفلنت لهذا الجزء زائد اللي هو 30 مجموع 29 plus 1p اوك اوك هذول هاي المعاري صغير اللي هون تكون زائد ال 80 اوم فهون انا 20 parallel with 1k تقريبا 20 زائد 80 يعني هاي بتطلع تقريبا 100 اوم تايمس القيم اللي بتطلع منه بتطلعنا 12 كلا اوم اوك اوك اوه مخيص Jackson Ooh مخيص يعني ال bluetooth اوه ال اوه اوه مخيص بالله ال ح ق اوه F times LP 2 pi times هنا الفrequency طلعنا 10.8 MHz وهو times 10 to the 6 طلعنا LP 1.3µH وهو 1.3 times 10 to the negative 6 طلعنا 2.6 KHz لاننا RL prime RL prime equals 5 squared times 100 وهو هنا راتيو NP over NS 5 squared times 100 وهو اللود وعطينا 2.5 K فلان عنا كل القيم عشان طلع RC prime RC prime equals حتى لو شلنا هذا الجزء او كان القيم عالي كثير ما بتدخل او ما بتأثرش كثير بال parallel values اللي هون فعنا 12K parallel مع 2.6 K parallel مع 2.5 K هذا يساوي 1.16 K فالآن هذه القيمة راح تحدد لنا الـ Gain الـ Gain AV عند الـ Collector هون equals 1.16 K divided by 20 يعني 1160 تقسيم 20 بعطينا 58 فبعنا آخر ادخل هون عندي 1 V بدي طلع عندي 58 V هون لكن لا يعني انه بدي رجاء عن 58 في هون عندي attenuation تاني صلى لهون فبعنا نتأكد شو الـ Voltage اللي هون بالنسبة للفرعة السية عشان نقدر نقرر هل هذا العملية oscillations تكرار input والoutput هون راح تظل مستمرة ولا راح توقف أوكي فبنحتاج انه AVF تكون أكبر أو تساوي واحدة فخلينا نحسب AVF نحسب AVF equals هون عنا 15 pico fares طبعا pico fares مع pico fares هون بروح مرض فهون احنا قاعدين بنكتب بس القيم فعنا 15 150 divided by 150 plus 1500 هو ذا attenuation الأول زاد هون عنا الattenuation الثاني اللي هو 1k in parallel مع 20 ohm فاحنا كتبنا هون مباشرة 20 ohm هو voltage divider بين هذو اللي اثنين parallel مع احد فعنا 20 ohm in parallel مع 1k تقريبا 20 ohm فاشلناها من هون فعنا 20 ohm تقسيم 20 ohm برضو هذي نفس الاشي 20 ohm parallel مع الواحد كي هون زاد 80 ohm ضرب av وهو 58 فبطلع إنا 1.038 فنقدر نستنتج أنه yes oscillations will be sustained يعني ما رح توقف العملية رح تظل ماشية هون اوكي ام لو طلع هذي القيمة أقل من واحد نقول أنه oscillations will not be sustained اوكي فا avf is larger or equal to 1 yes oscillations will be sustained اوكي الهان بالنسبة لل clap oscillator اوكي بالنسبة لل clap oscillator هنه نفس الستب للقلب لكن الفرق انه هون في عنا feedback يعني sorry c3 صار الآن in series بدل ما هو parallel هون اوكي الآن كون صار in series لو ضل dc biasing من هذا الاتجاه هون dc block فما رح يشتغل هذا ال bgt amplifier فالسرب بيكون بهذا الشكل بغض النظر شو هون موجود ك biasing بهمنا التيار اللي بيمشي بيكون اي سي هو اللي بنت يشغلها اه فهون في عنا اشي اسمه rfc اللي هو radio frequency choke choke يعني بخنق radio frequency ما برجاء اشي على السبلي هون اوكي وبمر التيار dc من هون زي كأنه هذا اه ما في عند ما له inductance في ال dc زي كأنه سلك عادي بس في ال ac بصير زي كأنه inductance عادي ما بيمر يعني high impedance ما بيمر منه signal على power supply اوكي ام هذا ما بدخل لشي في معادلاتنا وفي حالنا بس عشان تفهموا ام الفرق بين rfc و inductor عادي ام ام يعني rf choke وال inductance العادي ام ام فمن هون بصير ال dc biasing ام بينما هون لعن الفكرة نفسها اوكي ام ال clap oscillator is the same as a culpits oscillator اوكي نفس الاشي except c3 is in series اوكي هذا الفرق انه هون عنا c3 is in series c3 is smaller than c1 and c2 so it determines the resonance frequency كونو هاذي قيمتها اقل بكثير من هذو الاثنين c3 هي اللي بتحدد the resonance frequency ام مع حاذا ال inductance ام مع primary windings ام equals um c1 times c2 divided by c1 plus c2 لو هذولا in series هون زائد cb c in parallel هون in parallel هون في الparallel هون في الcapacitors نجمعهم جمع انا هون حط اشارة parallel بس واقعيا هما in series مع c3 in series مع c3 انا حط الparallel عشان انه زي parallel impedances or resistances فهذا راح يكون in series مع هذا الجزء يعني العملية الرياضية هي الparallel فبكون هذا مضرب في هذا على جمعهم ومنعرف دائما انه اذا هذه القيمة اقل من كثير من القيم اللي بدهم يطلعوا عنا هون راح قيمة c3 اللي تطلع الdominant يعني هي قيمتها بتكون اقرب ايه قيمة c كون تكون اقرب لقيمة c3 فنو بدنا نضربهم فضربهم هون على جمعهم بس بالاخير هذي تقريبا c3 اوك اه فالمليح في هذا السرب انه احنا الان هون حددنا resonance frequency عن طريق c3 بغض النظر عن الparasitic capacitance اللي موجود هون اوك لانه هذا الparasitic capacitance احنا عادة ما منعرف شو قيمته عند الفريقونسيز هذا متغير بيكون مرة فمنحتاج عادة tuning circuits زي اللي قبله او tuning capacitors زي ال call pits في عنا capacitor هون هذا عادة حتى لو ان حطينا له رقم هذا بيكون tuning يعني احنا variable capacitance منغيره للfrequency اللي بدنا اياه عشان يغطي على هذو على القيمة الparasitic اللي بيظهره اوك في هاي الحالي ما منحتاج هذا الجزء لانه c3 هو ال-dominant فشو ما كانت قيمة c3 هي بتحدد نوعا ما ال-resonance frequency وهنا عند مثال example 3 determine the tuned circuit resonance frequency كالكلة av will oscillations be sustained اوك في نفس المثال السابق الاسئلة لكن هون على clap oscillator طبعا هون زي ما حكينا dc-bison للBJT بيظهر هون بالتيار فعنا 1.3 mA اوك طبعا حلينا RE رح تطلع نفس القيمة 20 ohms بناء هذا RE بدنا نحسب RC' قسم عليه منلاقي ال-AV ومنرد نسوي الفيدباك نفسه وهو الفيدباك هون نفس هو نوع من نوع ال-Voltage divider ما بين capacitors هون مع هذا الفيدباك يعني هون عنا attenuation هون ال-Voltage ما بين RE وال80 ohm هون نلاقي ال-AV نقرر إذا oscillations will be sustained او لا خلينا الجزء الأول طبعا هون حسبنا C-Equivalent اوك C-Equivalent equals 29 times هنا 15 طبعا هذول C-Equivalent لهذول اوك in series مع بعض مضروفهم على جمعهم زائد 1 picofird هون اوك هذا لعنهم parallel مع هذا الجزء فمجموع جمع هذا بد يكون القيمة هاي كلها in parallel مع هذا 29 picofirds فهذي يضرب هاي على هذا مع هذا زائد هذا اوك فهون بكونوا زي كان هم in series جمع هم هم in series اوك فبطلعنا 23.9альной picofirds اوك فن الиляة 8 الفين أول 1 2 pi volunteered فارس 10 SS فارس 10 الـ inductance الـ 1.3 microhenries 1.3 times 10 to the negative 6 ثم تطلع الـ 28.6 megahertz طبعا هنا في المثال هذا نستخدم القيمة الأصلية لـ C equivalent رغم أننا قلنا يعني تقريبا هذا الـ equivalent يساوي لهون لـ C3 يعني هذا تقريبا مساوي لـ 29 picopharts بالنسبة للـ gain سيما قلنا RE نفسا لأنه DC بايس نفسه للBGT 20 Ohms RE' لدينا نفس القيم 15 plus 150 divided by 150 squared times هنا لدينا 80 plus 20 لأنه هذي الأمر ما هي تقريبا 20 يساوي 12 kilooh بالنسبة للـ رل' نعم الـ primary على الـ secondary winding squared وهو 5 تربية لدينا نعم الـ load رل هو 100 Ohms لدينا 2.5K نفس المثالي عند قيم هنا عند كل شيء نفس المثال السابق نعم الـ نعم الـ صارت تختلف لان resonance frequency. RC' equals 12k and probable 2.5k and probable 7k طبعا dominant one at 2.5. أقل قيمة. بطلع عنا 1.6 kiloohms. فالغاين AV equals 1620. بطلع عنا 80. فهذا ال-gain زي ما قلنا هذا ال-gain عند هذه النقطة ال-output هنا على ال-collector. فمن نسبة لل-oscillations if they're sustained ما نقدر نقرر من هاي القيمة. بدنا نشوف كدش من هاي القيمة برجع على ال-input هنا. ABF equals. هنا أول شيء عند ال-divider الموجود هنا بين capacitances. 150 divided by 150 plus 1500. times. هنا عنا ال-voltage divider ما بين هذولة ال-تنين resistors in parallel. مع هذا ال-80 Ohm. طبعا زي ما قلنا عنا ال-20 Ohm. ال-dominant value بين هون. فعنا 20 divided by 80 plus 20. times 80 لهو ال-AV هون. هذا بعطينا 1.45. فمع نفس القيم بس السرب مختلف وتغيرت عنا شوي resonance frequency. القيمة هون أحسن. 1.45. فمنقدر نقرر انه oscillations will be sustained لأنه AVF أكبر أو تساوي واحد. فاس oscillations will be sustained because AVF is larger than one.